الفيديو شهد جنوني وصدمة الإعلام الجزائري بعد الاستقبال الملكي التاريخي لبعثة اتحاد العاصمة الجزائري بعد وصولهم للمغرب واعتناولون الكسكسي مع جلالة الملك ويصفعون النظام الجزائري شاهد ماذا حصل ولكن إذا كنت مسلم وتتفق بأن محمد السادس أفضل ملك في العالم فيرجى الاعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمك بالصلاة على رسولنا الكريم حلت بعثة نادي اتحاد العاصمة الجزائري اليوم بالمغرب وذلك استعدادا لمواجهة نادي الجيش الملكي المغربي ولكن ما هز العالم وهو الاستقبال التاريخي والغير مسبوق لبعثة هذا النادي الجزائري بالمغرب رغم توتر العلاقات حيث كان استقبال في المستوى بالزغاريد والحليب والتمر وتناول الكسكسي مع جلالة الملك بعد صلاة الجمعة في جو خيمت عليه لقوة وحصن الجوار والكرم من جلالته الذي لا يعرف معنى العدوة وقد جن جنون الاعلام الجزائري بعد هذه الواقع وقال اسطورة كرة القدم الجزائري علي بن الشيف في تصريح لقناة الهداف الجزائرية جلالة ملك المغرب فعل اليوم مع لاعبين ما لم يفعله رئيس بلادنا معهم فجلالة الملك قلبه نقي ولا يغمره الحسد والحقد تجاه الجزائر رغم ما يتعرض له من هجوم ومساس من طرف مسؤول بلادنا ولهذا السبب نرى المغرب يتقدم ويزدائر وينجح في جميع المجالات عكس بلادنا الجزائر التي يغمر مسؤول قلوبها الحقد والحسد وهمهم الوحيد هو المساس بالمغرب وصرف ملايين الدولارات من اجل الاساءة للمغرب وملك المغرب والتطاول على وحدته الترابية المعترف بها عالميا حقا لك الله يا بلادي الجزائر تحتضر والسبب هم المسيرون لهذا البلد وفي النهاية اذا كنت تشعر بالفخر لكونك مغربي فيرجى الاعجاب بهذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة